في إطار التوتر المستمر جنوبي سوريا اقتحمت قوات الحكومة صباح الثلاثاء بلدة خربة غزالة بريف درع الشرقي وشنت سلسلة مداهمات للمنازل اعتقلت على إثرها أربعة أشخاص يعملون فيما يسمى دواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من القوات الروسية واقتادتهم إلى أفرعها الأمنية في المدينة وعقب حملات المداهمة قطع أهل بلدة خربة غزالة الغاضبون الطرقات المؤدية من وإلى درع البلد بالإطارات المشتعلة كردت فعل على اقتحام قوات الحكومة المنطقة ومداهمة منازلهم فيما دعا وجهاء البلدة إلى مظاهرات أكبر والأسبوع الماضي اعتقل حاجز للاستخبارات الجوية التابعة لقوات الحكومة في بلدة الصيدة بريف درع الشرقي ثلاثة عناصر من مجموعة محلية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية كانوا عناصر سابقين بالفصائل المسلحة المحلية وخضعوا لما تعرف بعمليات التسوية التي أجرتها قوات الحكومة برعاية الروسية فيما لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن يأتي ذلك في وقت النجا عنصر من فرع الأمن العسكري التابع للحكومة من عملية اغتيال في بلدة عتمان جنوبي درعا بعد استهدافه من قبل مسلاحين مجهولين بعبوة ناسفة وفي بداية حزيران يونيو عام 2021 أجرت قوات الحكومة السورية ما تعرف بالتسويات في بلدات وأرياف درعا لكن ذلك لم يمنع عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال المدنيين والمسلحين السابقين في المدينة بشكل شبه يومي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة